كل من التقى الموفد الأمريكي أموس هوكستين خلال زيارته بيروت خرج بانطباع واحد أن المطلوب بات سلة كاملة متكاملة للبدء بفكفكة العقد الواحدة والأخرى ليس فقط فيما يتعلق بتطبيق القرار 17-01 وجعل الحدود الجنوبية خالية من السلاح ومنطقة آمنة نسبة إلى شمال فلسطين المحتلة حتى يتمكن المستوطنون من العودة إلى بيوتهم والعيش فيها آمنين إنما أيضا تترقى هوكستين إلى ملفات أخرى ساخنة جدا في الداخل اللبناني لكي تكون ضمن رزمة من الحلول ومنها على سبيل المثال للحصر ملف رئاسة الجمهورية وبحسب ما يروي مصدر مطلع قريب من 8 أذار للأو تي بي فأن هوكستين أوحى أمام من التقاهم بأن مهمته المرتبطة بالقرار 17-01 لم تعد محدودة إنما أيضا توسعت لكي تشمل ملفات أخرى على رأسها رئاسة الجمهورية ولم يخفي المصدر المطلع معطيات أساسية مفادها تكرار هوكستين على مسامع مضي فيه أهمية إنجاز هذا الاستحقاق لأن انتظام عمل المؤسسات في لبنان أمر بغاية الأهمية لمواكبة التغيرات والتطورات بالمنطقة أيا تكون نتائج حرب غزة وأيا يكون المحور الذي سينتصر فيها المصدر المطلع لفت عبر الأو تي في إلى أن هوكستين شدد خلال زيارته على أن ملف الاستحقاق الرئاسي سيكون في المرحلة المقبلة في عهدته على رغم أن ما سمعه من المعنيين في لبنان عن موضوع الخط الأزرق وهو أن لا مباحثات أو ترتيبات ستجرى في الجنوب إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة سيجرى البحث به مع عدد من المعنيين ليس فقط في المنطقة إنما أيضا من الفاعلين في الساحة الدولية خصوصا أن الضيف الأمريكي ودائما بحسب المصدر بات مقتنعا أن هناك عملا كبيرا يجب أن يقوم به في تل أبيب وليس فقط في بيروت لأن ضمان الجنوب منطقة آمنة نسبة إلى شمال فلسطين المحتلة وحفظ تطبيق القرار 17-01 إنما هما أمران من شأن إسرائيل المباشرة بهما خصوصا أن لبنان قد وثق ألاف الخروقات الإسرائيلية للقرار الدولي على مر سنوات منذ عام 2006 وختم المصدر بالقول من الممكن أن يكون هناك انطباة بأن مهمة هوكستين قد فشلت إلا أن ما يطلع على تفاصيلها يدرك أن الرجل قد بدأ مرحلة جديدة من المباحثات فهل سيكون مصار السلة الكاملة المتكاملة أسهل من المصارات الأخرى المتعرجة التي كان هوكستين وغيره من المفادين الدوليين يحاولون سلوكها؟ ترجمة نانسي قنقر